تعريف الجنسية الأصلية الحلقة 114 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الجنسية الأصلية هي الجنسية التي تثبت لشخص منذ ميلاده أما الجنسية التي يرتسبها الشخص بعد ميلاده فتسمى جنسية مرتسبة أو طارئة وفيما يتعلق بالجنسية الأصلية فإن الدول تختلف في الأساس الذي تبنيها عليه فقد تتحد الجنسية الأصلية على أساس رابطة الدم وبمرتضاها يكون للولد جنسية أبيه وقد تتحد على أساس متان الميلاد ويسمى رابطة الإقليم وبمرتضاها يكون للفرض جنسية الدولة التي ولد على أقليمها بصرف النظر عن جنسية الأب وغالبا ما تمزج الدولة بين الأساسين ففي بعض البلاد مثل ميس يحدد القانون الجنسية الأصلية بالصفة الرئيسية على أساس رابطة الدم ويعترف بمكان محدود لرابطة الإقليم وفي بلاد أخرى مثل إنجليطرا والولايات المتحدة يأخذ القانون أساسا بحق الإقليم مع الاعتراب بمكان محدود لرابطة الدم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد تما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد